اليوم العالمي للاجئين يوم اقتحم حياة اليمنيين بعد ان كان خارج تقويمهم السنوي في العشرين من يونيو حزيران كل عام يتذكر العالم اللاجئين وهي محطة توقف للتعريف بمعاناة ومأساة لم تكن اليمن جزءا منها حتى وقت قريب الا ان اكثر من اربع سنوات من الحرب التي اشعلتها ميليشيا الحوثي ادخلت اليمنيين في كل الحسابات السيئة هربوا من جحيم الحرب وكل ما نتج عنها من مآس في وطنهم لتعترضهم مشاكل الاقامة والعمل والتعليم ومعيقات اخرى كثيرة تحول دون استقرارهم واعادة توطينهم في الاوطان البديلة فيما لا يزال المئات من طالبي اللجوء لدى مكاتب مفوضية شؤون اللاجئين يعيشون حياة متعثرة ومستقبلا مجهولا لا صحة لا تعليم مهمشين لا جوازات لا اقامات لا اي شيء وهو سبب مكتب اليون هذا الذي خدعنا مكتب اليون اكثر من عشرة الاف لاجئ يمني في الاردن وثمانية الاف لاجئ في مصر ومثلهم في ماليزيا وآلاف آخرون في دول أخرى يعلقون آمالهم ينتظرون لأربع سنوات تحريك ملفاتهم وإعادة توطينهم وتقرير مصيرهم لا يمتلك طالب اللجوء في الاردن الحق في الحصول على إقامة مؤقتة أو سنوية ولا يستطيعون التنقل وفي ماليزيا تتضاعف معاناتهم بالحرمان من مزاولة العمل ومن يعمل بلا تصريح يكون عرضة للاعتقال حياة صعبة في ظل ارتفاع الأسعار وانعدام مصادر الدخل إلا من بعض أهل الخير والمبادرات الإنسانية النادرة لا طعام صحي نأكل أكل من درجة رابعة درجة رابعة أيش معنى درجة رابعة الذي تشتليه من الجاينات من السنة الحق الجاينات أبو رنجتين وأبو رنجت ما نقدرش نشتري الأكل الصحي ما بنأكلش أكل صحي يكبر أطفال اليمن في مناطق اللجوء بعيدين عن المدارس التي لا يحق لهم التعليم فيها إما بسبب قوانين البلد أو لعدم وجود برامج تعليم مجاني لليمنيين ومنح تعليمية كغيرهم من لاجئي العالم يطالب مقدمون لجوء اليمنيون بالاعتراف بالملف اليمني والتعامل مع اليمن كبلد منكوب ومنحهم حقوقهم كغيرهم من لاجئي البلدان الأخرى بما يتوافق مع قوانين ولوائح الأمم المتحدة وإعادة النظر في توطينهم في البلدان المتاحة لتنتهي متاهة البحث عن الكرامة والاستقرار ترجمة نانسي قنقر